السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خبر حصري منذ قليل أعلانة وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي وعبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك على أنه اليوم يوم الاثنين ستعشرين أكتوبر 2020 تم الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا الدورة العادية والسدراكية 2020 وذلك عبر فضاء متمدرس لمنظومة مصر للتدبير المدرسي كما تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين عبر بريدهم الإلكتروني تعليم بوانما بالمعدل العامل وحصل عليه في هذا المتحان وكذا بنتائجهم التفصيلية حسب المواد طبيعي الحال مجموعة للتلاميذ سيصيبه رغبة ما توصلوش بالنتائج لأن الوزارة سيكترسل جهة بجهة أو مجموعة بمجموعة كما العادة يعني ممكنش يرسلوا كل شيء في دقة واحدة أو يصل في دقة واحدة وكنتمنى لكم كل التوفيق وبطبيعي الحال هاد سنة ضاع ما يكفي من الوقت فيما يخص بالنسبة لحال الجهوي اللي كان متأخرا حتى لشهر عشرة زائد انتظار وانتظار للنقاط كنظن تلاميذ ضيعوا ما يكفي من الوقت وهذا مش في صالح ديالهم وكنتمنى الآن تبدأ المراجعة الحصرية لمواد المتحان الوطني والاستعداد بشكل جيد لهذا المتحان الحاسم والذي عليه يعول لولوج المعاهد العليا تحياتي لكم وأتمنى لكم كل توفيق